أتكلم على الإسماعيلي والأحداث اللي بتحصل فيه في الأيام السابقة والنهاردة اختيار كابتن حمد إبراهيم كمدير فني للفريق وطبعاً بيعاونه كابتن عطايا السيد دكتور عطايا السيد وكابتن أحمد سمير فرج أكيد فيه تغيرات تحصل فترة جاية لكن ما قبل التغيرات عايز أخد رأيي كابتن أحمد إيه اللي كان بيحصل في الإسماعيلي وإيه السبب للشكل اللي إحنا شفناه الإسماعيلي ويمكن على فكرة هو بقاله سنتين الإسماعيلي بالشكل ده وبالتالي واحد من النجوم الإسماعيلي وواحد من أبناء نادي إسماعيلي يقدر برضو يقول لنا إيه اللي كان بيحدث داخل الإسماعيلي في وقت ده كابتن أحمد هو طبعاً النادي الإسماعيلي مش بقاله سنتين أكتر من سنتين يعني ثلاث سنين أربع سنين ماشي وحش جداً الأمور غير مستقرة الأمور غير مستقرة تماماً يعني طبعاً كسرت تغيير الأجهزة الفنية واللعبين اللي هما مش على قد النادي الإسماعيلي أو العين اللي بتختار اللعبة للنادي الإسماعيلي طبعاً ما يكونش قد المسؤولات العين ده تبقى جوه اللجنة التخطيطة كابتن ولا السمصرة طبعاً وبالتالي المجلس دارة بيعتمد على السمصرة أكتر لا مجلس دارة أكيد بيعتمد على السمصرة أكيد يعني معلش السمصرة اللي بتجيب لعبة النادي الإسماعيلي يعني أنت بتقول إن المجلس دارة السابق كان عنده مشكلة فيه الاعتماد بشكل كبير على اختار العبيل مجلس إدارة الإسماعيلي اللي فات باشمانديز إبراهيم كان فيه يعني ناس يعني بدون ذكر أسماء ما كانتش يقد المسئولية اللي هي تعرف تدي للنادي صح بالأمانة بما يرضي الله يعني تم اختيارهم يعني لإدارة الإسماعيلي تم اختيارهم يعني ما كانش عندهم الأمانة اللي هم يمشوا النادي صح في الفترة اللي فاتت مع أني كان لو قلت لك النادي الإسماعيلي صرف ملايين يعني ملايين تتكلم سنين طويرة مع أنت بتجيب لعيبة بفلوس كتير ويمكن كمان ما طلعتش لعيبة ممكن يكون عليها قوة دائما في نادي إسماعيلي مكابتين فاروق اللي بيطلعه الناشيين المظلومين أو اللعيب اللي بيجي ما بيجيش على قوام أساسي بيلاقي فرقة معلش مش فرقة جامدة غير نحنا أما طلعينا طلعينا على قوام جيل التسعينات دوت يعني كانوا لسه أخدين دورة عام من النادي الأهلي ومن نادي الزمالك يعني كانوا لعيبة كبار لكن يعني اللعيب الناشئ بيجي تظلم في اللعيبة بس أنا بقول برضو النادي الإسماعيلي برضو السنادي بيعاني طبعا عاوز أقول كلمة برضو الناس اللي في إسماعيلية الفيسبوك ياريتي منعهم ياريتي منعهم أن نتقصن على إسماعيلية المودي النادي الإسماعيلي في داهية دلوقتي الفيسبوك وال السوشي ميديا بشكل عام بالأمانة لا الفيسبوك معلش يعني معلش الفيسبوك كل اتنين صحاب أو مدرب أو مسؤول أو عاوزين كذا بيجيبوا كذا لنادي الإسماعيل ومعلش وفي ناس بتسمع بالأمانة مش أهل خبرة مش يوحي عضوه تأصدق أن في مدربين بيجمعوا ناس ويستغلوا السوشي ميديا طبعا أنهم يزوحوا يخلوا أصحاب القرارات أي حد بيحب حد بيحب واحد معين بيعملوا كم صفحة بيصيطوه على الفيسبوك لا بس النادي الإسماعيل بزيادة يعني النادي الأهلي بيعمل كده ولا نادي الزمالك بيعمل كده كل نادي ليه لا طبعا الناس المسؤولين الصفحة بتاعته ومحبين اللي هم دين الموجودين بيدفعوا على النادي ودفعوا على أشخاص لا يدفعوا شيء مصلحة النادي شيء يعني الأندية التانية بيدفعوا لكن هل النادي الأهلي بيمشي ورا الفيسبوك ورا نادي الزمالك ولا نادي الاتحاد ولا نادي المصري لكن احنا عندنا بالزيادة بالأمانة بما يرضي الله بالأمانة كل اللي عارف واحد يصيطه على الفيسبوك ومعليش وفي ناس من الإدارة أو بتسمع بتسمع إدارة تسمع للسوشال ميديا ده أبا شوفها أنها مش حتى بلان ومش حتى حالة طبعا ما يجيه أهل المسؤولين اللي خايفين على النادي طب ما هو أنت حكومة يستمع للنقطة اللي بتتكلم عليها دي طبعا 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 الجماهير برضو ما لها رأي طبعا الجماهير لها رأي في لعبة يعني الجماهير هتجيب لعبة وهتجيب مداربين يعني الجماهير اللي هتجيب اللعبة وهتجيب المداربين الفنيين الفنيين اللي هجيبوا لمصلحة النادي بقى احنا النادي الإسماعيلي معلش الوضع اللي احنا فيه احنا في المركز اللي قبل الأخير كل ده من كده طبعا من كده بتتكلم من سنتين من ثلاث سنين من كل سنين يعني الثلاث سنين بالسنة دي برضا معلاش يعني معلاش فيهم ناس محترمة جدا مجلس الإدارة النادي الإسماعيلي الحال واللي فات بالأمانة عشان نكون النفسين يعني فإن شاء الله بإذن الله ربنا يعني يهدوء في قراراتهم النادي الإسماعيلي ويقدروا إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق